أول من عبر القناة وأول من أطلق النيران وآخر من أوقفها وتلك قصة أبطال المجموعة 139 صاعقة الذين شكلوا بأجسادهم الصلبة حق التصد ضد دبابات القوات الإسرائيلية فمنعتها من التدخل في مراحل العبور وإقامة رؤوس الكبار في بداية حرب أكتوبر صدرت الأوامر لأحدى كتاب المجموعة للإبرار جوا على مسافة التين كل متر شرق أحناك التويت طبعا يعني زي ما قلت لحضراتكم القصص كثيرة جدا منذ أيام كان فيه تكريم كبير جدا في الندوة التثقفية اللي شرفها بالحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي كان فيه مجموعة يعني يمكن كلنا تشدينها لها المجموعة الخاصة بيه طبعا السعقة وقدموا الحقيقة فيلم تسجيلي وبعدين المجموعة كانت موجودة على المسرح وكان فيه تكريم كبير جدا والقصص كتيرة أنا عايز أعرف القصة من أصحابها خلينا نرحب بألواء أركان حرب أحمد أسامة هو قائد المجموعة رقم 139 أرقام دي مهمة قوي عند يعني الأبطال سعقة طبعا هو أحد أبطال معركة أبو عطوة في حرب أكتوبر واسم أبو عطوة ده كمان في أدبيات إسرائيل اسمها حقول المنجو لأن احنا عارفين أن الإسماعالية كانت تشتهر جدا بالمنجو معاه أيضا هنا مشرفاني دكتورة مريم أحمد أسامة ابنة اللواء أركان حرب طبعا وهو يعني قائد المجموعة 139 سعقة اسمحي لي يا مريم أرحب بالقائد وأقوله منورنا في الستوديو كل سنة وحضرتك طيب وأنا أتشرف أننا موجودة معاك النهاردة مريم منورانا وعايزة أعرف كده من حضرتك أولا يعني ليه المعركة دي يكتب عنها في التاريخ أنها من أشرس المعارك الجندي والدبابة ليه سميت بأشرس المعارك؟ هي في عندنا حاجة في القوات المسلحة بيسميها اللي هو المقارة القوات قواتنا احنا وقوات العدو أيا كان تعمل فاتك فبقى كميع المخييس ما كاش فيه نزمة بيننا وبين الجيش الإسرائيلي في المعركة دي تمام ومع هذا ومع حياتك مكلمة النصر فيها والحيات المعركة دي كان يعني كان أمل شارون شارون دي حداتك أحد القادة الأربعة كبار في الحرب اكتوبر ومع ذاتك شارون كان اللي حتينه في الآخر حسن ده ده اللي حيخش الإسماعيلية تعمل فبقى هو كان وصل فعلا كان بينه الإسماعيلية داخل مدرة الدبابة تعمل حوالي 2 كيلو 2 كيلو نصف ممتده ده التمسيفة قصيرة قوي 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 وصل لكن فعلا ممتده وصل دي إنما جيه بممطقة دي ووقف توقف تعمل توقف اللي وقفوا ايه الـ أنا حيخش التفاصيل وانت بجن مقالها ولا ماشي أكامل ده لا حضرتك كامل اه تفضل أنا حضرتك أصلا أنا قائد مجموعة كائدة المجموعة عندنا في الصخة في الجيش يقولك الليوة قائد الليوة ايوه الليوة ده مشاه ومعاه كذا دبابة أو مشاه ومعاملت في أي حاجة كده عندنا صخة يعني صخة حرة طبعا فأسوأ المجموعة ومع هذا احنا أربع كتائب فأنا قائد المجموعة مية تساعتين صخة كتائبا مية وثلاثة صخة مية تساعتين مية تساعتين متين تلاثة وعشرين ومثلتك علش السن كبير فالنسب الرابع حاجيمه لأحدك حالك دوقتي كامل فالمجموعة دي كان معمولة احتياطي قادة عامة وقادة وسلعها ليه ليه؟ لأن يعني قلنا نعمل التفوق في البشر عن باقي المجموعة حتى بتساعتك كمان فبالتالي احنا عملنا عادة كاتبة منا في حرب اكتوبر طب ليه احتياطت اوه؟ إنه بلا مهمة قاعدين بلا مهمة أول يوم قتال تاني يوم قتال تلاتي يوم قتال احد عادين قمساتك كل يوم رايح لالقادة الساقة عادين نعمل ايه؟ احنا عادين ايه؟ انتو عايزين تقوم الكدور طبعا مهمة يعني لغاية من الاخر قال لي خلاص حصل هي حصل ده ايه؟ قلتاني احد يعني التلات افراد اللي عرفوا ما عادل قب عركة ليه؟ عشان كمان عندي كانت طلعة كتيبة اليامية تبتمين اسمك تبقيتني ايو الكتيبة تبتمين الساقة دي كان اصلا مدربة ومعدة لعبل الماء اهلا مكنش عارفة ساعتها نعم 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 وهنا سريت المعلومات اه كانت مهمة حتى على افراد الكتائب بقولك بقولي حضرتك ان احنا اه كنوا ايه كتيبة الماذة ايه؟ تمام؟ كتيبة كان يقودها واحد انسان مش طبيعي سبيل عبدالرحمة الزيتون رحمه الله ومثالتك سبيل عبدالرحمة الزيتون ده حضرتك ايده اليمين كاف ايده ده مقطوع ومثالتك ومع هذا الظلج والتخالي وكام ده كله الام جيه عبدالرحمة عامل تصدق على انه يظل في قاتل مسلحة اه اه عايز يخدمي كامل خدمة اه مصدم ومثالتك 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 نقص ايد الكتيبة ده 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 كانت يعني سيادتك احدى ضرورات المعركة العربة مش عايز استفسر يعني تمت لحد ما يعني كانت الحقيقة يعني انتم دخلتم وكملتم النصر بيها اه هي بداية النصر وكل حاجة مم اللي كان حطت الخطة بتاعت المعركة وفينه للحرب تمام هو اللي بياخذ حقه امم في الدنيا امم 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 الشكل اللي ارحبه كريسة الكحار بخط مسلحة اه ده كانتك الراجل ده كانت حط الخطة وبالتالي الراجل ده اكثر مرة يجي للاساء التدريب مع تلوكوبتر مع ربيكوب مع مسلتك علشان يحضر التدريب ده هو واحنا بشاهده ايه الحكاية بالضبط طبعا هو دي كان من الخداع الاستراتيجي اللي كان للحرب طيب انا انا اسمح لي يعني سيادة اللواء اولا حضرتك احنا عندنا مشاهد حلوة من الندوة حضرتك كنت موجود ورئيس السيسي الحقيقة قدم لكم التحية العسكرية اكتر من مرة والاغاني شغالة احساسك كان ايه بهذا التكريم العظيم الراجل ده مش عارف اقولك ايه قال الراجل انا علي انا شهسان بكلم حديثك عندي خمسة وثمانين عام ولسه على قلبك اه 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 يا بنا انا ربنا ايديك الصحة خلاص انت بننورنا اه 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 الناس كل اللي معي اللوفة وغيروا وغيروا يعني يعني سبحانه وتعالى اللوفها عدوا خلاص الله فالذلات وساتك كنت مبسوت يعني حاسس انه يعني سيادة الرئيس طلع ووقف معاكم واخد سورة كرية ده انسان مقول انسان مش طبيعي اه انا انا مرأة ماضعة الحربة تسة تستعر اين سنة حضرتك هذا مرة اللي هو التكريب أو حاجة زكدة مع أكثر من الناس حتى مرة كانت مع الأخوة المسلمين كمان إنما الراجل ده على قدر رائع من الزكاة زكي جدا وإنسان جدا وفهمتك والأهم ده كله إنه هو يعني نضيف قوي جدا 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 فهو العمر ده هو أسعدك أسعدني أسعدك بعد السنين دي كلها أسعدني بقولك أنا البجار ده هطلعنا وكام ده كله هذا البزاعة ده اللي كان معايا اللي هي مرافق طلبت مرافق تاني جبنا اللي هي هاخد الحاجة عشان تقدر تبقى موجودة معاك وكذا وشوفنا الحقيقة سوريتها وكانت متأثرة وهنا أنا هروح لمريم مريم يعني أولا تكريم وبعد السنين دي وانتي بقى يعني ده بابا لكيت سمعت القصة بتاعت أبو عطوة دي كتير جدا وقصص كتير من الحرب لكن إحساسك إيه بقى يوم الندوة ده حسيتي كده بقى كلميني أنت إحساس الإبنة بقى طبعا أنا كنت فخورة بيه جدا طبعا وكنت فرحانة إنه هو اتكرم في الوقت المناسب يعني في الوقت اللي هو محتاجه بالطريقة الجميلة دي يعني اللقطة بتاعت التعظيم دي بيزداد كتت جميلة جدا جميلة جدا اللي هي التعظيم ده جديدة جميلة 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 ست الرئيسة عمل كذا مرة تحقيق العسكرية الحقيقة ده عمل أكثر بكده كمان بعد ما هينا وحيانا وكل حاجة الجنالات اللي في الخدمة حالية نازل طبعا والأولادنا يعني طبعا القادة طلحهم أيوة طلعوا حقيق وابتده هم يحيونك آه ده بقى وامره برضه مهام وأقولك يعني كل تطرفاته يعني مش مدروسة على حاجة لما جميلة دماغه جميلة تلقائية كنت انت مبسوط منها بطريقة مهمولة يعني أسعدتك واللقطة هي وهم كلهم بيحيوكوا الحقيقة يعني كانت اللقطة هي حضرتك شايفها على الشاشة كانت تحية العسكرية كانت حاجة تحية العسكرية دي حاجة ليها احترامها وتقديرها يعني طيب أنا يعني مريم السنين دي بقى كلها وبابا لواء لواء أركان حربه وقصص في السعقة وهو ما شاء الله يتمتع بصحة عالية كان بيعلمكوا ايه؟ ربك ازاي؟ ايه أهم الحاجات اللي كان بيقولها لك؟ انت دكتورة ايه أصلا؟ جلدية جلدية احنا تلت ده كثرة انتو تلت أطباء بناء على رغبته بنات؟ اه تلت بنات؟ لا ولدين ولد وبنتين وليه أخت ربعة بس تلاتة من الأربعة ده كثرة تلاتة تخصصات مختلفة اه انتو التلاتة وهو كان عايزي دخلكوا كلية طب اه بناء على رغبته ايه السبب ان انت كنت عايزهم يبقى طباء؟ ولا حاجة بدي خالص وعلى أطرام الحادثك يعني هم عيال ما شاء الله شاطرين حقوية جدا ومساتك فمسلا اللي الأكبر منها الدكتورة ايمان اه فبالك دي دكتورة بتعتربة دول تربية سعقة فلازم يكونوا شاطرين بابا كان رجل عسكري جدا صارم جدا 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 التزام وموعيد ودقة اه ولازم نظام وقدتنا مترتبة وكل حاجة بنظام بس هو طبعا كان طول الوقت معظم الوقت مش متواجد بس في الوقت المتواجد فيه كان لازم فيه نظام في البيت ذكرياتك ايه؟ وانتي صغيرة بقى الحربة كنت صغيرة جدا لا انا ما كنتش تولدت موجودة في الحربة اصلا اه ما كنتش موجودة بس يعني هو كان معظم الوقت بيبقى مش موجود وكت ببقى طبعا مستنياة ومستنياة لما بيرجع ببقى فرحانا وبنجري على الباب كلنا لما بينزل في الاجازات وبنبقى فرحانين ومستنيين بقى حاجات كتيرة منه وانتي طفلة اكيد كان بيلبس لبس السعقة بيدخل البيت طبعا احساسك كمي كنتي حاسة ان انتي بنت بطل كبير طبعا كنتي حاسة ده طبعا اسد الاسد اللي في حياتي الاسد اللي في البيت الاسد اللي في البيت اسد حقيقي بمعنا كل ما انا كلمة بس دايما الحقيقة اسودنا وابطالنا بيبقوا اسود في الجبعة بس منتهى الانسانية انا شايفة السيط اللي هو هادئ انساني هو حنون جدا 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 ويعني دايما معظم الناس يحبوا السبيان اكتر من البنات لا انا بابايا يحب البنات اكتر من السبيان يدلعهم اه يدلعهم تقديرا للمرأة اه وكل واحدة فينا عمل لها اسم يعني انا مسميني بشبوشتي مثلا انتي البشبوش عشان انا بقول له يا باشا او بشبوشتي فانا مسميني بشبوشتي اختي كبيرة كل واحدة عمل لها اسم خاص لي كل واحدة ليها اسم بالضبط كب اه فانت عندك اربع كتائب يعني هما اربع في البيت لا عندي تلات ملايكة تلات ملايكة الله شيطان اه شيطان الولد بقى طيب انا انا شفت الماما طبعا طبعا وشفتها الحقيقة تمنورة وكانت دموعها على الشاشة وانت بتتكرم اثرت فينا اهي انا شايفها المشهد وهي طلع ووقت التكريم وشايفها قد ايه كانت متأثرة ودموعها هي كانت شريكة حياة البطل الضابط الرئيس هنا سيدة الرئيس طبعا شايفينه والانسانيات العالية وهو يعني على فكرة يعني تقبيل سيدة الرئيس لطبعا لها هو تقبيل للانسانية كلها يعني يعني اعتقد ان هما كانوا سعداء ماما رائعة كتترجع دموعها كتبينة في الشاشة جدا جدا طبعا متأثرة جدا هي اللي شركته كانت فخورة وفرحانة ولما شفته على الاستيجيك طبعا سعيدة جدا وفرحانة جدا ان هو نال التكريم اللي يستحقه طبعا بعد كل الوقت ده سيدة اللي هو اقولي شريكة الحياة المرأة واضح ان حضرتك تقدر المرأة يعني ثلاث بنات زي الفل ما شاء الله طبيبات وظابط مفروض ثلاث بنات وظابط ثلاث بنات دول يعني دور دورها كان عامل ازاي معك انت دايما على الجبهة عندك دايما المعيد عندك دوريات او يا بلا شك خد بالك ان انا اصلا غضابط قوات مسلحة واخذاتك ده مكنش اكل عيش مجرد غضابط لا انا بعشق هذا العمل قسم برب العزة ما كانتش وظيفة اقولك انا في توجيه والله كنت 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 هندسة اه يعني انت سبت كل اية هندسة او انت حقت الاكتر من كده حداتك قدامي كازع تسكة انما يعني ارجالهم ايه واخوهم ايه وانصارهم ازعاجاً من السعقة فالسعقة دي اعدت فيها حداتك اقولي مثلا من سنة تمانية وخمسين لغاية خمسة وثمانين اه فانت حضرت كمان سبعة وستين حضرت حروب واستنزافت من يمن حضرت جميع حروب جميع مصر اه هنا اتلاقي حداتك صورتي بتاعتي حتى بالناشين اللي عندي وكام ده كله اه اه يعني ما احتمل بشهاي الخمس ناشين ام اي واحد من دول اي واحد يعني اي زوت من دول بكلمك على جنرال يعني لو اثناء خدبته الكامل ثلاثين سنة او ثلاثين سنة وشوية لو حصل على واحد او شوالطر يعني طبعا طبعا لما بيجي لما بيجي النصر يوم النصر يعني احنا كمدنيين بنحب يوم النصر وبنبقى سعداء بس انت كبطل يوم النصر كان يعني لك ايه ذكرياته ايه عاملت ازاي والله بقى افتكر بقى افتكر الفترة ده ايه كانوا في البيت عارفين حاجة ولا انت كنت برا البيت وعارفين ان انت كالعادة في تدريباتك محدش كان عارف حاجة طبعا لا او قد برا حادك من الحاجة على انا في البيت بكلم عليه البيت ده او افتكر انا كنت قعد في البيت لان انا طالع معاش من سنة 85 تمام يعني من سنة كتير اوي كنت لوها برضو طبعا التعامل مع مع الاسرة او مع الجيش او ما كام ده كله المختلف تمام اللي بعد سنة كلها كنت بقالف كتاب مقالف كتاب اه الكتاب ده برا حتك والله واصل خمسونة ورقة تقريبا طبعا حتى الان فشلت في الان انا هنزلوا ببلاش يعني طبعا مالبنات لازم يساعدوك لحكاية الكتاب دي لا انا معمول وكتابت وعملت كل حاجة وحتى امكانياتي وخمساتك مقدرش اطبعه وكام ده كل اللي اللي بتعمل يطبع الكليمي عليها ده اه بتبتيش مقلب من 3000 نسخة طبعا اللي عملت ده اوه عملت مجرد طبعا كل بنت من دول وخمساتك نسخة ده بتصوير تخيالي يعني تكتب على المكان اللي بناك بتصوير طبعا طبعا انا عايز اعرف يوميات بطل في الصعق يعني يعني يومياته في البيت عاملة ازاي هو طبعا بيصحى بدري زي مكان ايام مكان ضابطه بيلعب رياضة طب وواضح على يعني مخفز على جسمه بيلعب رياضة وبس يعني ايه اكتر حاجة كنت بتحسوا انه بيحب يتكلم عنها كتير لا هو ما بيحبش قبل ان يتكلم عن نفسه خالص يعني احنا يعني بنقرأ كتب يعني لما بدأتي تدرسي وانتي طالبة عن نصر كتوبر رجعتيله وقلتيله مثلا بيقولوا كذا ده كذا احكيلي اقول لي طبعا هو بيحكي ذكرياته اللي مش مكتوبة في الكتب شارون ما كلمه باسمه السادات لما كلمه باسمه يعني دي تفاصيل طبعا مش موجودة في اللي احنا بمدرسه خدتوهم مرة الاسماعيلية البناته والولد وروحتو هنا هنا كانت المعركة هنا عملنا كذا هنا كذا حصل ده مرة احنا بعد المعركة عشان نعمل الابتاع ده كان فيه واحد احد المحافظين عمل فعلا المتحف ده ليه الارض الوحيدة في ارض مصر بالكامل كل مصر بالكامل الدبامة دي حاجة سميلة جدا حاجة تقيلة الوزن طبعا تمام طن وانت طالع كمان طبعا فبالتالي حتى الدبامة لو بتتضمروا سواء بتاعته مشلوه ومشيين طبعا ففي الاخر الدبامات اللي هي ايه وعد فصيله وده اللي موجودين فيها ده الدبامات اللي موجودة لفضله دبامات ده ايه احنا كنا حن ابدئين جدا جدا از احنا مش عارفين نعمل لها حاجة في الاخر قدرنا نعمل حاجة في العصر الحديث نوع علماء الحقيقة كان فيه راجل كان في الامال العام بزرط الدفاع كان اسمه اللي هو اشرف الشريف واباستك لجأتله وبتاع فعام اده خليك كتبت طلب وفعلا تصدقوا عليه وعملنا المتعام الموجود في حيث اسمه ابو عطوة ايه جاب الاسمه علي طبعا فتديه احلى حاجة يا سلام عليك بابا لما كان يسمع فني يسمع ايه سعاد حسني سعاد حسني دولامين دول عساكر مصريين دي اغنية مفضلة عندنا في البيت كلنا من كتب اه يعني ده الشعار اللي بتحبوه جميلة ما حصلش مثلا ماما كانت تقولك وانتو بقى بتذكروا بس بابا عنده شغل بابا جاي تعبان بابا كذا لبسه كان بيبقى محطوط فين البدلة الأفارول اه نظام ليه دولاب خاص به لوحده اللي لبس العسكري اه لوحده غير اللبس العادي اللبس العادي في دولاب وده دولابه اللبس العسكري وفيه ذكرياته بتاعت حرب اكتوبر البريهات بتاعته كل ده تمام نايشين طبعا طبعا نايشين دي دولاب تالت اه يحب يحطهم ويلبسهم اه ومنظمة طبعا حاجات كلها منظمة ومهتمة ومعتنة بيها تماما لان هو ما شاء الله حصل على نايشين كتيرا اه طبعا اه طيب انا يعني حضرتك ايه اكتر اغاني لنصرك وتبتحب تسمحها والله كنت حاملها حتى في التليفون بسم الله 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 تسلم الايادي تسلم الايادي ايو 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 اعملها ربا بتعملها على التليفون وبعدين دي اغنية حديثة اه يا جيش بلادي اه يا جيش بلادي اللبا في الاخر يعني بتحب لما يتقدم اغاني للجيش ويغنوا للجيش ايو ايو بتحس انه دي حاجة اه يعني بتسعيدك انا حضرتك يعني مدمن جيش يعني كلنا مدمن جيش دا سيبت كلنا كنت كندسة عشان انا في المتاعه دا كل جيش فبالتالي اه يعني اقولك ايه حياتي كلها جيش اسعد وقتك وانت لابس البدلة المدني ولا وانت لابس الأفرول كان ايام الأفرول بقى كان ايام الأفرول ايو ايو لكن لما بتبص لي وورر الصعقة بالذات الصعقة تحب تلبسه بيديك احساس بالسعادة اكتر الصعقة دي كانت صعبة جدا لعدت اقدت الفرق دي 3-4 نص تقريبا وعم ذاتك فيها شهر الاول تربية بدنية عشان ننقوح حضلاته طبع طبع انما بقول حياتك ان ان دي يعني يقول فيها نوع من تحدي وعم ذاتك انك انت بالتحدى لكامده كله بنيبشي بسعادة كبيرة جدا نجلي بسعادة كتيرة جدا تخلي كل يوم برجلة 8 كيلو الحاجات في هذا القبيل فبالتالي يعني دي كانت حياتنا وبالاخر متخبرنا بسعادة وبالاكتر من كده ان انا احنا نعيح الله لحنا نروحنا طلبنا هي العسكرية شرف وانا عارف انه هيفضلوا الابطال يعتبروها شرف مريم انت نورتينا وتحية لك انت بنت بطل وكل الطبيبات اخواتك وايضا للزابط دايما فيه شخص واحد لازم طبعا والسيدة الولدة يعني تحياتنا ليها ودموعها دي كتغالي علينا دموع التكريم بشكرك جدا يا مريم وبشكر حضرتك شكرا جزيلا وتشرفنا لوجود حضرتك وانا ينفع اقدم لك التحية العسكرية ده هكون سعيد جدا طبعا تكون سعيد طب انا هحاول اقف كده واقدم لك التحية العسكرية شكرا فضل شكرا فضل الصبعك اللي برد زيادة صبعي اللي برد لا خلالي ده النبيب كده كده ترجمة نانسي قنقر